كم مسيح عندنا مشهور بالفن الغنائي أو بالطرب؟ نعم غير هيتم يوسف تحياتنا للنجم العربي هيتم يوسف طبعاً أكيد أمير الحب نوجه له تحية أستاذنا وحبيبنا هيتم يوسف لكن هو بزمنه أعتقد بس هو كان الوحيد وهسه؟ هسه إحنا عندنا يعني هؤلاء اللي ما يعرفون يعني إيفان بوتروس اللي هو إيفان الرسام نعم هو مسيحي عراقي الهوية أكيد ماكو فرق إن شاء الله أكيد ماكو فرق بس لا يعني إحنا نريد هذا الموضوع تحديداً يعني نعم الحد اليوم يمكن ما وصل واحد لعراقي لنجومية هيتم يوسف لا أكيد طبعاً لا ليش؟ طبعاً لا ليش؟ كل شي اختلف أستاذ قحطان كل شي اختلف إحنا بزمن ما قمنا نحذر شنو الأغنية اللي راح تنجح شنو الأغنية اللي ما راح تنجح شنو المطلوب بالتمام من الجمهور فهي مشكلة كبيرة قبل لا قبل كان كل شي معروف أمشي صح راح تنجح الأغنية خلي شغلك يكون صح من الجلد للجلد راح تنجح الأغنية يعني قصدك اختيار الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي والموسيقى اللبس الشكل الحركات كل شي أستختلف الموضوع أستختلف الموضوع نحن نشوف شغلات حاليا يعني ما تخش بعقلنا لكن هي تنجح وتحقق أرقام وتحقق مشاهدات تحقق كل شي بينما تشوف أعمال مثلا نتعب عليها ونصرف عليها ونحاول قدر الإمكان أنه نكون نقدمها بالشكل الصحيح من كل النواحي لكن نتفاجأ أنه ما تأخذ صداها بالساحة محبا